أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبو القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين تنزلات عالم سقر التي وقودها الناس والحجار تقدم بنا البحث فيما مضى عن حقيقة التوفيق الإلهي والألطاف الإلهية في حمل الإنسان على الطاغات ودفعه عن المعاصي وهذا ما أنبأ الله سبحانه وتعالى في كتابه عن فعله بالموجودات حيث سبقت رحمته غضبه ومعنى مقام الرحمة والألطاف الإلهية التي هي أوسع من السماء والأرض وهي طبقة ما بين الجبر والتفويض وليس معنى ذلك أن هذا شيء من هنا وشيء من هناك ولكن حقيقة الألطاف الإلهية التي عبر عنها ويعفو عن كثير في كتابه معنى العفو هو عدم أخذ العبد بالذنوب ربما إذا أذنب العبد ذنبا خرج منه روح الإيمان كما ورد عندنا في الأحاديث ولا تعود إليه حتى يتوب الله سبحانه وتعالى بلطفه يوفقه إلى التوبة يوفقه إلى البكاء يوفقه إلى الإصرار على عدم التوجه إلى معاصيه على عدم المظالم هذه الألطاف الإلهية بل إذا سار إلى المعصية حبسه في داره أو غير ذلك بعض الحمقى يتصورون أن رحمة الله سبحانه وتعالى هي الأمداد في الطغيان والمعاصي والانهماك والعياذ بالله في اللذات المحرمة وينسبون الرحمة إلى الله هؤلاء قد خدعوا أنفسهم ومكر بهم الحق المتعال حيث أوكلهم إلى أنفسهم رحمة الله سبحانه وتعالى هي منع العبد عن الإتيان بالذنب كوجود المرض في جسده أو وجود الفقر والعياذ بالله أو وجود كثير من البلايا التي يمتنع من خلالها المرض عن فعل المعاصي وعن الطغيان ولكن أولئك الذين يعصون الحق المتعال ويظنون بذلك أن رحمة الله قد وسعتهم فليعلموا أنهم في حقيقة سنستدرجهم من حيثه لا يعلمون المقوث على المعصية والقدرة عليها هي من مكر الله والدفع عنها هو من لطف الله ورحمة الله سبحانه وتعالى هناك وجودات كثيرة موجودة في الملكوت منذ أول الخليقة إلى آخرها لو كان الحق المتعال يريد أن يتعامل مع كل إنسان بغض البصر دون أن تكون هناك موازين لاختلطت يوم القيامة الحسابات إذ قد يحتج أحد على أحد إلهي لما تدخلني النار وقد عفوت عن الآخر وقد وعدنا الله سبحانه وتعالى أن لله الحجة البالغة ومعنى الحجة البالغة أن يشهد كل إنسان على نفسه بحقيقة العذاب أو بحقيقة الإيمان هناك الإنسان سينظر إلى حقيقة أعماله وكأنها صورة حاضرة ووجدوا ما عملوا حاضرا إن كل شيء في هذا الوجود لا يمكن على الأطلاق أن يخرج كل ما أن ينعدم كل ما خرج له صورة في هذا الوجود وهذا ما عبرنا عنه فيما مضى عنوان تجسم الأعمال الوجود الملكوتي من الملائكة بغيرهم من الروحانيين حيث أن وجودهم وجود روحاني لا بد لهذا الوجود الروحاني أن يكون مؤثرا بوجود روحاني ويظهر وجودا روحانيا المؤمن أيضا كذلك الأمر وجود روحاني لكن الله سبحانه وتعالى يخفي عن ظهور أعماله وما تجسم منها حتى لا يغطر ويعدها الله سبحانه وتعالى له في دار الآخرة ولا يعطي إياها في دار الدنيا لأنه إن أعطاه إياها في دار الدنيا لالتزم الخمول ولما صنع شيء يمكن أن يزداد فيه تلك الصور تزداد فيه تلك الصور وتلك التجسمات فبلطف الله سبحانه وتعالى أخفى عن المؤمن حتى لا يغطر وحتى لا يخمل وحتى يزداد عمل وبالتالي هكذا تكون رحمة الله سبحانه وتعالى لعبده لا أنه يتركه في الشهوات وفي العصيان وفي المظالم فإن هذا والعياذ بالله من مكر الله حينما عين عنوانه سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وهذا هو حقيقة الاستدراج نحن تحدثنا أن لطف الله سبحانه وتعالى طبق أوسع من السماوات بالأرض أمر بين أمرين لا جبر ولا تفويد ولكن أمر بين أمرين الله يتعامل مع المؤمن ومع الضعفاء ومع المساكين ومع المنقطعين عن إمامهم ومع الذين قد سطر عنهم الإمام صلوات الله وسلامه عليه يتعامل معهم بالألطاف بحيث يمنعهم أن يولدوا هذه الصور قد ورد في الحديث إذا دخل المؤمن قبره جاءه خمسة رجال من نور يقول من أنت؟ يقول أنا صلاتك التي كنت تصليها يقول للثاني أنا صيامك أنا حجك أنا زكاتك فينظر إلى الذي يلي رأسه فيقول من أنت؟ قال أنا ولايتك لمحمد وآله صلوات الله عليهم أجمعين من هنا نعلم أن الدخار ظهور تجسم الأعمال هو من أعظم الرحمات الإلهية والألطاف الإلهية للمؤمن لأنه يشعر من نفسه أنه فقير لا يملك شيء وهو يطلب الرحمة وكل طلب لهذه الرحمة الله سبحانه وتعالى يزيده ولو أغناه لطغى إن الإنسان ليطغى أن رآه استخدم بلطف الله سبحانه وتعالى يجعله ليس مطمئنًا لدار الآخر بل على قدم الخوف والرجاء ليزداد عمله ولتكون صور الأعمال والأشجار هناك في ذلك العالم والقصور ثابتة لا زوال منها يرفع عنه الإغترار والعياذ بالله حتى لا يهدمها يرفع عنه المن حتى لا يبطل له تلك الصدقات ولذلك عبر الحق المتعال سبحانه وتعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى الله سبحانه وتعالى قد رب المؤمن ليحافظ على ما بناه وهذا معنى أن الله سبحانه وتعالى سبقت رحمته غضبه بمعنى سبق أن يقفل على المؤمن باب العصيان والعياذ بالله حتى لا يفني حسناته حتى لا يزداد بسيئاته يطلب الغنى فيجعله فقيراً وهو يعلم أن الفقر هو الذي يبعثه على قيام الليل هو الذي يبعثه على كثرة الاستغفار هو الذي يبعثه على التسبيح والتهليل والتمجيد ومن حيث لا يلتفت يصبح دعاءه بعد طلب الحاجة استئناس لنفسه فيطلبها أولاً لحاجة وبعد ذلك لا يمكن له أن يستأنس بشيء غير هذا هذا هو اللطف الإلهي يصبر الحق المتعال على عبادته في الطلب لأنها عبادة نفسه لكي ترتاد نفسه حتى أنه إذا اعتاد عليها أصبحت أنساً وسراجاً له في أجواف الليل سواء كانت هذه الحاجة موجودة أو غير موجودة لا يغمسه في كثرة الشهوات حتى لا ينسيه ذكر البناء وليس لأن ذكر الله هو مقام القرب ومقام القرب عبدي أطعني تكم مثلي تقول للشيء خون فيكون ولكن بما أن الإنسان خلق من عجل الله سبحانه وتعالى يجعل طلب الحاجة في النفس ولكن الإنسان لو حصل عليها في دار الدنيا سوف يغفل عن الآخرة فيدخرها الحق المتعال في الآخر هذا ما أحببت أن أبينه في بحثنا اليوم عن عنوان الألطاف الإلهية التي يعمل الحق المتعال دون أن تخرج سلطنته في إرادة شيء يريده فلا يكون وأن يكون عادل والعياذ بالله وأن يجبر أحد وينسب إليه الظلم الألطاف الإلهية الرحمة الإلهية الله يحدثنا أنها قريبة من المحسنين إن رحمة الله قريب من المحسنين وليست قريبة من كل إنسان الإنسان الذي ينغمس في الذنوب والعياذ بالله ويلهي نفسه بآمال وخيالات ليست لها حقيقة وهو مصر على هذا الذنب هذا إنسان مخدوع هذا إنسان ممكر فيه هذا إنسان استدرجه الحق المتعال إلى أفكار لا حقيقة فيها يذهب ما بناه في الماضي كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قولوا لا إله إلا الله يغرس لكم شجر في الجنة قيل يا رسول الله وما أكثر غرسنا قال لكن لا ترسلوا عليها نيرانا ذنوبكم فتحرقوها إنسان والعياذ بالله ربما يعمل كثير لكن في خاتمة حياته يعمل من الذنوب ما لا يحرق فقط حسناته بل قد يشعل والعياذ بالله جهنم ولذلك الله سبحانه وتعالى هناك أقوام أوكلهم إلى الشياطين ومعنى إيكالي إلى الشياطين أنك تراه يرد عليك في كل ماذا يرد عليك في كل حجة تعطيه إياها ولا يستطيع أن يسمعك وإن سمع صوته قلبه لا يعي ما تتكلم به ولا يمكن أن تسري هذه الموعظة إلى فؤاده أو تؤثر فيه وهذا ما عبر عنه الحق المتعال صم بقم عمي فهم لا يبصرون أو لا يرجعون الله أثبت لهم العين الناظرة لكن أثبت أنهم عميان وتحدث أنهم عميان لأن الصورة التي لا تعتبر فيها لا قيمة فيه منها كما أنك لو رأيت النار ولم ترتدع عن القدوم لها تقول أنت لم ترى نارا أنت رأيت ماذا كان قد غشي على بصرك وبرأ خدعت ورأيت بدل النار مثلا الثالث مثلا وهذا ما يزين به الشيطان من استدراج الحق المتعال للإنسان كما ترى والعياذ بالله أهل شرب الخمر وغيوهم والظالمين والجبابرة دائما يكون لهم والعياذ بالله المبرر دائما يكون لهم والعياذ بالله الإجابة تقول له لا تشرب الخمر يقول لك أنا لا أظلم الناس تقول مثلا لرئيس دولة أو لمعاند للأئمة صلى الله عليه وكما عليه بعض المنافقين تقول له مثلا لا تعادي شيعة آل محمد فإنهم لم يصنعوا لك شيء فيقول إنما أصنع ذلك لأحافظ على دين الله حتى لا يبتدع في دين الله كما عليه أبو جعفر وغيره ممن جاءوا وطعنوا في هذا الدين هناك دائما يكون لهم المبرر ولذلك أثبت الحق المتعال يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورة هناك يغتر فيلقي عليك جوابه وهو لا يبصر كلامك ولا يسمع كلامك وهذا من ختم الحق المتعال ومن عقاب الحق المتعال أن لا يجعل لقلب واعية وأذن تسمع حديث الملك وتسمع حديث أولياء آل محمد عليه السلام هذا من عقاب الحق المتعال هذا ممن طرده الحق المتعال حينما ألقى على قلبه القفل فلا يسمع انظروا إلى ملوك هذا العالم مهما حدثهم مع أنهم أخذوا الملك كما عليه بعض الملوك أخذوا الملك من سلطان حضرة رسول الله الأدون أولياء الأئمة عليهم السلام هم يعتبروا أنفسهم أنهم خدم لهذا الدين ولهذا البيت ولغيره حتى إذا أمرته والعياذ بالله بالعدل ورفع المظالم أو عدم سفك الذماء أو عدم إلى آخر أو عدم المعادات استنكر عليك وأجابك وقال أني أريد الاعتدال وغيرها هذا من مكر الشيطان والعياذ بالله الله سبحانه وتعالى قد أنبأنا في كتابه أن هناك الوسواس الخناس وهذا ما تحدثنا عنه في البحث الماضي كما ورد ذلك عن إمامنا الصادق صلى الله وسلم عليه حينما سؤل ما سلطان إبليس قال الوسوسة في الصدور الوسوسة في الصدور وهذا سلطان على أهل شرق الأرض وغربها سلطان على كل الأديان سلطان على كل وجود بشري أن يوسوس هذا مما أثبته الحق المتعال في كتابه وحيث أمرنا أن نستعيد بالله السميع البصير من الشيطان الرجيم الذي يوسوس قل أعوذ برب الناس ملك الناس حرمه والعياذ بالله أمرنا الحق المتعال أن نستعيد منه وهذه السلطنة لهذا الشيطان موجودة كوسوس موجودة على كل البشر على كل ابن آدم سواء كان من هذه الملة أو من غيره هذه الملة والوسوس هي تزيين الشيء بغير حقيقته ولذلك قال الله سبحانه وتعالى زين لهم الشيطان وأعمالهم رأوا أن بناء الجدران هو يمكن أن يبرر لهم المظالم في عنوان العباد يمكن أن يبرر لهم أن يسلبوا الناس أموالهم مثلا كما عليه بعض هذه الدول تقول لك انظر إلى ناطحات السحاب كيف بنيناها لا شوية مظالم هذه من صيغة الحياة وغيرها هذه من وسوسات الشيطان والعياذ بالله هل السؤال في بحثنا اليوم هذا ما قدمناه صابقا السؤال في بحثنا اليوم هل أن للشياطين سلطنة غير عنوان الوسواس بمعنى أنها هل تستطيع أن تفسد في الأرض وتخرب المجتمع وتخرب الأبدان وتخرب الأموال هل لها أن تقتل هل لها هل لها إلى غير ذلك وهذا ما اختلط عليه أمر الناس بعض الناس يتصورون من استنكارهم لعنوان سلطنة الشياطين يتمسكون بالوسوسة ولكنهم لا يعلمون أنه بذلك قد طعنوا على آيات أخرى الوسوسة سلطان عام ولكن الإفساد سلطان خاص خاص بمعنى أنه إما أن يكون لفرد وإما أن يكون لجماعة الله سبحانه وتعالى عبر أن الذنوب يظهر منها شياطين ولذلك أمر الملائكة يوم القيامة أن تحشر أهل الذنوب وأهل النفاق وأهل المعاصي مع الشياطين لأن الشياطين صناعة أيديهم الإنسان الذي في جوفه هذا القلب وله أذنان أذن ينفخ فيها الملك وأذن ينفخ فيها الشيطان إذا نفث الشيطان وعمل ذلك الإنسان ظهر شيطان ولا يمكن أن ينعدم ذلك الشيطان إلا بالتوجه إلى الله فينزل الله سبحانه وتعالى من نور ملائكته وجودات تحرق تلك الشياطين ويرأف الملك وهذا ما عبرنا عنه سابقا أن اعتدال الأرض إنما يكون بوجود أولياء آل محمد كما عبر إمام الرضا صلوات الله وسلام عليه لزكريا بن آدم أمكث في أهلك فإن الله سبحانه وتعالى يدفع البلاء عنهم بوجودك بينهم ولا تهجرهم مع أنه كان يشكو إلى الإمام صلوات الله وسلام عليه ضيق الصدر مع وجود أهله لأنهم كانوا مثلا في سفاهة والعياذ بالله أو غير ذلك إذن وجود المؤمن وجود الوجود النوراني سواء كان ملائكيا أو روحانيا أو بشريا هو الذي يحطم هذه الشياطين المتولدة ومن هنا عبر أن الأولياء أركان الأرض ولذلك عبر عنهم بالجبال وقد أمر الحق المتعال أن تزحف إليهم النحل والمراض من النحل هي ما يخرج منها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس هذا بالوجود النحل الظاهري وحقيقة النحل أن الطعام الشافي هو حقيقة معارف آل محمد ولذلك كان كتاب الله سبحانه وتعالى شاف للوجودات كما عبر الحق المتعال وننزل من القرآن ما فيه شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة الإنسان الذي لا يستفيد من كتاب الحق المتعال شيء من مقام الشفاء سواء كان شفاء لما في الصدور أو شفاء لما في الأبدان وقد عبرت الروايات إجماعا أن الأبدان إنما تصح بصلاح الأديان إذا صلح الدين صلح البدن والآن أتحدث كيف هو عنوان بلاي الإنسان المؤمن من أي جهة تكون الله سبحانه وتعالى عبر ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس الإنسان هو مظهر الشياطين والإنسان هو محرق الشياطين فإذا سلك طبيق أوليائه محمد وآله صلوات الله عليهم أجمعين وكان خلف إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه شفيق رحيم بإخوانه المؤمنين حين ذلك بهذا الوجود النوراني تحترق الشياطين والناس الذين يهجمون على أولياء الله فلتعتدل مزاجاتهم وليعلموا أن الشيطان هو الذي يوسوس لهم ليمنع عنهم الخير ولذلك قال أحد الأولياء لعن الله قتل تل حسين عليه السلام فلقد قتلوا أنفسهم بقتلهم إياه هذا الكنز الذي وجوده سيد الشهداء أو حضرة أبو الفضل صلوات الله وسلامه عليه أو حضرات علي الأكبر أو السيدات النجيبات من بنات الحسين صلوات الله عليهم أجمعين الذي حتى حبيب بن مظاهر الطراب على رأسه وجلس على الأرض وعنونهم سيد الشهداء أخرجنا يا آل الله كفيل بوجود صلاح الأرض كفيل بوجود لأنهم هم كعبة الملائكة ومحجة ملكوت الحق المتعال ومعلوم أن الوجود الملكوتي إذا حل نبت الشجر ونبت الزرع وهطل المطر وكانت كل رأفة لأن الحق المتعال يعبر لنا أن الملائكة هي عنوان التدبير ملائكة الأرزاق إذا حجت إلى دار كانت بركتها تعوم كل تلك الدور التي من حولها لكن اعلموا أن الملائكة تنظر فتعرف المحب لهذا والمبغذ لهذا فإنها تشمئز من المبغذ وتبتعد عنه وبالتالي بركات الملائكة لن تصل إليه بل قد تصل والعياذ بالله النوبة إلى أن تلعنه الملائكة بل قد يلعنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة لأنه تعرض علينا أعمالكم عند كل صباح ومساء قال كيف نبغذكم يا رسول الله قال أن تبغذوا ولينا كما عبرنا ذلك في البحث الماضي وهذه من شرك إبليس هذا ما عليه الناس لو صلحت الأديان لصلحت الأبدان وبالتالي هكذا يكون الشفاء وهذا ليس معنى أن لا يستعين المرء بطبيب هو عليه أن يستعين بكتاب الله سبحانه وتعالى ويستعين في الطبيب فقد ورد في الحديث أيضا حينما شكى موسى إلى ربه المرض قال له ربه أنا خلقت الداء وأنا خلقت الدواء لا أشفيك حتى تأكل من هذه العشبة وهذا لا يمنع أنه إذا قدم إلى العشبة قال الحمد لله وإذا مرضته فهو يشفيني وبالتالي كل هذه الأعشاب وهذه الوجودات تجليات للشفاء الإلهي وبسم الله الرحمن الرحيم تجليات للشفاء الإلهي نعم شياطين الجن تؤذي لأنك أنت حينما تخلق والعياذ بالله من عملك شيطانا فإنه منسوب إليك وهو قرين لك ممكن أن يمرضك نفسيا والعياذ بالله كما لو كان القرين شديد عليك فيما لو كانت الذنوب شديدة الله سبحانه وتعالى ينسب الفساد إلى عنوان يد الإنسان والفساد هو حطم والإصلاح هو ماذا؟ البناء ومن هنا عبر عنها في الآخرة بالجنة والنار وقد عبر في الآخرة وقودها الناس والحجارة مما يعني الإنسان هو حقيقة جهنم والذي يحطم والذي يفني والذي يعدم وكما عبر عنها في دار الدنيا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وجود الشياطين حيث أنها مقام العداوة وليست مقام التآخي لأنها من جنود الجهل والعياذ بالله الشياطين بحد ذاتها تحكم دول وتقول هذا لي وهذا لاك وهي تتصلت على من صلتها الله سبحانه وتعالى وعلى أمة أوكلها الله إلى نفسها لأنها لم تعتصم بحضرة إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه وبالتالي سيقول أمرها إلى الفساد معنى الفساد الحطم معنى الحطم حقيقة النيران ولذلك هذا هو مقام العذاب والهلاك وهذا معنى وإن من قرية إلا نحن مهلكوها أو معذبوها قبل يوم القيام احذروا أيها الأخوة أن هذه الأعمال خاصة في مدينة وبلد لا يوجد فيها أولياء الإمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه أو أنهم مطرودون من هذه القرية الظالم أهلها اعلموا أن الشياطين ستكون مسرحا للخراب وستفني كل شيء ولا يعجبك كثرة أموالهم لأنها ستكون محتمة وهذه سنة ما كان في الماضي نعم الشياطين تحرق الشياطين تدمر الشياطين تمرض ولكنها بإذن الله سبحانه وتعالى وليست بقدراتها إذا كان الشيطان هو مأذون له عنوان الوسوسة ولم تردعه بولايتك لآل محمد لأنك لما لم تعتصم بالولاية لا عاصمة لك من أي شيء آخر حتى الصلاة من غير ولاية ليست بعاصمة لأن الحق المتعال جعل عنوان العصمة في مقام الاعتصام بالحبل وليس بالأعمال لأن الأعمال قاصرة من أن تضرد هكذا مرده فقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بمقام الحبل ويقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلام عليه نحن حبل الله الممدود المعصوم هو من تمسك بآل محمد وحقيقة ملكتنا زينب عليه السلام هي من حقيقة الحبل الإلهي وقد عبرت عن هذا التقبل من من آل محمد وهذا بيناه مفصل الآن يمكن أن تتساءل إذا كانت الشياطين لها هذه القدرة فهلية تصنع لنفسها ما تصنع الله سبحانه وتعالى يقول لا لا يمكن للشياطين نعم مأذون لها الوسوسة ولكن ليس لها الضر لذلك قال الحق المتعال إنما النجوى من الشيطان يعني الصوت الذي يحدث وقد عبر عن النجوة بأنه ما يأتيك في المنام دير بالك يمكن تشوف بمنامك شيء وتكون الشياطين عبتوحي لك والعياذ بالله حتى تدخل فك مع أخ لألك أو والد أو أخ أو دار أو شيء أو تبني على هكذا رؤية الله سبحانه وتعالى يعبر في كتابه إنما النجوة من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وقد وردت هذه ليحزن الذين آمنوا بحيث هناك شيطان اسمه شيطان الزهر يأتي فيعرف ما سيقول إليك غدك لأنها تكون نزلت الورقة فيريك في منامك جزء ويخفي جزء لذلك قال إذا رأيت هذا في منامك فاستعذ بالله بتلك الكلمات التي أعوذوا بما استعاذت به الملائكة أعوذوا بما استعاذت به الملائكة ملائكة الله المقربون وأنبياؤه المرسلون وعباده الصالحون من شره كل شيطان ومن شره رؤياي وتنفث وتبسط ثلاث عن شمالك وتتلو هذه الآية مما يعني عنوان الضر إنما يقوم بتصليت بإذن الله تصليت الشياطين على سواء باطنك أن تكون تعبان باطنك أو سواء على جسدك يقوم مريض جسدك وهكذا تكون البلاية والفساد في الأرض وربما تقول المؤمن من أين يأتيه المرض وربما تقول الأنبياء من أين آتاهم المرض وما من نبي إلا ومر في مرض حتى أئمة الحق المتعال فضلا عن الأولياء كحضرة أب الفضل وغيره مر عليهم المرض وصبروا حين ذلك كيف تميز هذا من هذا الله سبحانه وتعالى يعبر أن البلاء للظالم أدم علهم يرجعون علهم يرجعون مش شرط أنه كل واحد الله يعذبه بالشياطين سواء كان شياطين الأنس أو الجن كما أن السلطان الجبار يأتي فيجرح وهو مسلط على الله الله يقول عنه أنه شيطان ويفسك في الأرض ويحتنح ويزين البناء ويلغي العدل وهو يظن أن هذه البناءات يمكن أن تبني له حضارة ويمكن أن تبني له استدامة كما كان عليه هارون فقد صور هارون أن هذه المملكة التي بناها وتفاخر بها من جرايان الأنهور في المدن وبناء القصور وغيرها والمدارس يمكن أن تبني سلطنة ولكنها كانت تبني ماذا جهنم وهو سوف يرى تلك الصورة الذي يبني ماذا جهنم تخبئة المظالم تخبئة المظالم لأنهم هم وضائف المدبرات أمرا لذلك قال قال البلاء للظالم أدب وللمؤمن كفارة وللأنبياء درجة وللأولياء كرامة كيف هذا؟ كل شيء يفسد بشيء لا بد أن يكون شأنه بما كسبت أيدي الناس الله سبحانه وتعالى ظهور الفساد يقول بما كسبت أيدي الناس لكن كيف نخرج أولياء الله؟ كيف نخرج أنبياء الله؟ مع أن الله سبحانه وتعالى يثبت لهم العصمة بعض الناس يتصورون بعدما أثبتنا أنه يمكن للشياطين الضر إلا بإذن الله وهذا الاستثناء يثبت أنه إذا أذن الله سبحانه وتعالى ماذا؟ يمكن أن يحل الفساد في الأبدان وغيرها وما هم بضرين من أحد إلا بإذن الله هذا الله سبحانه وتعالى حيث تحدث وهذا هو من باب الإذن الخاص سواء كان على أمة أو سواء كان على رجل أو سواء كان على عائلة أو سواء كان على جماعة ولكن الوسوسة هي عنوان عام نعم بقدرة الله يخرب ولكنه يقوم من كيد الله ويمكن أن يقوم من جنود التدمير أيضا شياطين ويمكن أن يقوم من جنود التدمير ملائكة وليس شياطين حتى يشفي صدورهم لأن صدورهم انتلأت غيظ من شدة المظالم كما كان عليه قوم عاد وثمود وغيرهم الملائكة حتى تشفي صدرها الله سبحانه وتعالى ينفس كربها فقد غضبت الملائكة بعد قتل سيد الشهداء واستأذنت الحق المتعال أن تفني من على وجه الأرض وتخلق بإذن الله من جديد قوم آخرين يعبدون الحق المتعال لم يأذن الله سبحانه وتعالى لهم وقال لا بهذا أنتقم لهذا بهذا أنتقم لهذا معنى بهذا أنتقم لهذا أن رحمة هذا الذي هو سيد الشهداء تمتد إلى آخر بسيطة إلى آخر الكائنة فقد كشف عن رحمته أنه ادخر إمام الزمان لآخر الزمان لأن حقيقة إمام الزمان صلى الله عليه وسلم هو حقيقة صورة سيد الشهداء فكلما كان كلما كانت الرحمة إلى أن ينتهي الوقت المعنوم إذن نجد في كتاب الله سبحانه وتعالى أنه يحدثنا عن نبي من أنبياءه قد مسه الشيطان مس بدنه الشيطان فقال الله سبحانه وتعالى وَأَيُّبْ إِذْ نَادَى رَبَّهُ إِنِّي مَسَّنِ الزُرْ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الْرَاحِمِينَ الضُرْ بمعنى المرض ولكن يكشف بصورة أخرى أن حقيقة هذا المرض هو تسلط الشيطان لأن فيه عنوان الفساد فيه عنوان الخراب الشيطان عجول يريد مصالح بشهوات بهوى المؤمن يصبر يصبر على فعل شيء لأنه يرى المبدأ والمنتهى فلذلك يكون جميلا ومن هنا عبر الإيمان هو الصبر الإيمان هو حقيقة الصبر لأنك لم تصبر حتى ترى مقام الجنة لم تصبر على فعل أذى والعياذ بالله لأنك ترى جهنم بعينك ولذلك قال الله كلا لو تعلمون علم اليقين لتغون الجحين المؤمن هو الذي يرى ورؤية القلب أفضل من رؤية العين ولذلك قال واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه إني مسني الشيطان بنصب وعذاب مسني من؟ الشيطان بنصب وعذاب وهو التعب والمضرة الشديدة بنصب وعذاب الله سبحانه وتعالى يتحدث أن الشياطين صنعت ولكن هذه الصناعة لم تكن من تلقاء نفسها بل بالإذن الإلهي ربما الله سبحانه وتعالى يأذن للشياطين أن تأتي لأمثالنا نحن الضعفاء فتمريضنا حتى تكمل لنا درجاتنا وإيماننا ولذلك وردت الأحاديث أن الله سبحانه وتعالى لا يكتب لعبده المؤمن مقام فيقصر بمعنى يغفل عن قيام الليل يغفل عن كثرة صدقات عن قضاء حوائج مؤمنين عن تيسير أمورهم عن تربية إلى غير ذلك فيبتليه الله بالمرض ليتمم له ذلك المقام فإذا رحل كانت هذه البلايات تتميم لمقامه وهذا موجود كثير في الروايات عندنا في الروايات أيضا كذلك الأمر أن الله سبحانه وتعالى في حديث ذلك الزنديق الذي دخل على الإمام الصادق عليه السلام قال هل أدنى أولياءك في الجنة؟ قال نعم قال وإن عصوا؟ قال إن الله سبحانه وتعالى يأخذهم بقلة المال أو بالفقر قال وإن لم يأخذهم؟ قال أخذهم بالمرض قال وإن لم يأخذهم؟ قال أخذهم بالشدة حين النزع قال وإن لم يأخذهم؟ قال يأخذهم في البرزة قال وإن لم يأخذهم؟ قال يدخلون الجنة رغما عن أنفك الإمام عليه السلام يعلم أنه يريد أن يعاند إذن أثبت الله سبحانه وتعالى أن البلاء أسرع شيء للمؤمن حتى يرتدع حتى يعود له حتى إلى غير ذلك الله سبحانه وتعالى حتى يتمم إلى المؤمن ابتلاه بهذه البلاية ولكن الآخرين استدرجهم تركهم في الشهوات كلما صنعوا الذنب زادهم أرزاق ليزيدهم غفلة كلما صنعوا شيء زادهم نعيما لينسوا ولذلك من مكائد الشياطين أن ينسي الناس التوبة إذا صنعوا والعياذ بالله المعصية أنساهم ماذا؟ التوبة وهو أعظم مكر وقد فرح إبليس من بعض مستشاريه بهذا الأمر نعم الظالم حتى يرتدع لأنه يخاف الدنيا المؤمن حتى لا يلتهي حتى لا يغفل إذا نسي والعياذ بالله التوبة قصر ماله أو قصر سلطانه أو قصر إلى غير ذلك ليرتدع ولكن الأنبياء درجة والأولياء كرامة بعد هي شيء أعظم من تلك الدرجة نحن فيما مضى فصلنا هذا مفصلة لكن ما أردت أن أثبته اليوم نعم يمكن للشياطين أن تتسلط على الأبدان وعلى الأرزاق وحتى على الموت ولكنها بالإذن الإلهي الخاص دون الإذن الإلهي العام لا شعوذ ولا غير ذلك بيعطيها إذن الذي يعطيها الإذن وحركة إذنها هو من الله سبحانه وتعالى دغره إلى هذا الإنسان ومن هنا نجد انظروا إلى هذه الرواية وهي عبرة كبيرة لعنوان تسلط الشياطين في تفسير القمة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن بلية أيوب التي ابتلي بها في الدنيا لأي علة كانت لأي علة قلنا ماذا للأنبياء درجة وللأولياء كرامة درجة بمعنى أراد الله سبحانه وتعالى أن يعلو بدرجته لا لذنب والعياذ بالله خرج منه وإنما بذلك لتفاخر في السماوات تعرض الأعمال فيفتخر كما قال رسول الله لسيدتنا وملكتنا السيدة خديجة صلى الله عليه وسلم إن الله ليباهي بك في كل صباح ومساء ملكوته الأكبر انظروا إلى عبدة السيدة خديجة قال لنعمة أنعم الله عليه بها في الدنيا وأدى شكرا البلية لنعمة أنعم عليها وأدى شكرا مش ما أدى شكرا وكان في ذلك الزمان لا يحجب إبليس عن دون العرش فلما صعد ورأى شكر نعمة أيوب معنى العرش هو رؤية الأعمال كل واحد مقامه نعم نعمة أيوب حسده إبليس فقال يا رب إن أيوب لم يؤدي إليك شكرا هذه النعمة إلا بما أعطيته من الدنيا ولو حرمته من دنيا ما أدى إليك شكرا نعمة أبدا فصلتني على دنيا حتى تعلم أنه لا يؤدي إليك شكرا نعمة أبدا فقيل له قد صلتك على ماله وولده بدي أنت عب جاي مهوني الله يناجي يكون عب يفتخر بين الملائك وعم بيحدث بين الملائك قال فانحذر إبليس فلم يبقى له مال ولا ولد مما يعني أنه أثبت عنوان شوة تسلط على الولد معنى لعباد الذين هم تمسكوا بمقام العصمة وعرفوا أئمتهم لأن الذي يعرف رسول الله الذي يعرف الأئمة هو المعتصم نعم فانحذر إبليس فلم يبقى له مال ولا ولد إلا أعطبه فازداد أيوب لله شكرا وحمدا فقال فصلتني على زرعه يا رب قال قد فعلت بعد انت جزا لجرب حظك بس إذا احترق إبليس وأذخن بعدين بالمرض والجراحات عم الخير وتقطعت أيديه وأقدامه وهيك الله سبحانه وتعالى بعم التدين بينصب وليه بيجي بيتحدى إبليس بيكسروا هذا الولي لإبليس التفتوا علي كيف وقت اللي بيكسروا معانيته بيعجز وقت اللي بيعجز بيضعف ببواطن أهل قريته ابتنبع النوراني بأهل قريته لأنه بيكون إبليس قد تقيد ويظنون أنهم سلكوا طريقا للخير من أنفسهم والفضل في ذلك كله إلى ذلك الولي الذي كان في هذه المملكة قال قد فعلت فجاء مع شياطينه فنفخ فيه فاحترق فازداد أيوب لله شكرا وهذا شيء والعياذ بالله غير ما علي الحمقى من ظن الشعوذة أن تستطيع أن تصنع نعم الشياطين تصنع لأنها مردودة إليك لأنها من عملك وحمدا فقال يا رب سلطني على غنمه فصلطه على غنمه فأهلكها فازداد أيوب لله شكرا وحمدا فقال يا رب سلطني على بدنه فصلطه على بدنه ما خلى عقله وعينه يعني مما يعني يمكن أن يتصلت إبليس على العقول ما خلى عقله وعينه لأنه حجة الله ولابد أن ينطق عن الله ولا ينطق عن هوان فنفخ فيه إبليس فصار قرحة واحدة من قرنه إلى قدمه فبقي في ذلك دهرا طويلا يحمد الله ويشكره حتى وقع في بدنه الدود وكانت تخرج من بدنه فيردها ويقول لها ارجعي إلى موضعك الذي خلقك الله منه ونتن حتى أخرجه أهل القرية من القرية وأقول خارج القرية وكانت امرأته رحمة بنت يوسف بنت يعقوب بنت إسحاق بنت إبراهيم عليهم السلام على نبينا أفضل صلوات الله وتحياته وعليها نعم تتصدق من الناس وتأتيه بما تجده قال فلما طال عليه البلاء ورأى إبليس صبره أتى أصحابه أصحابا له كانوا رهبانا أصحاب له كانوا جوه رهبان في الجبال وقال لهم نعم تركوا تركوا طلعوا عم بيدربهم على فعل القدرات على الأنانية نعم وقال لهم مروا لذلك من يسلب طريق طالبا فيها والعياذ بالله السلطنة والقدرات فليعلم أن يربما يكون جندي من جنود إبليس أنت أطلب أن تكون عبد طائع محبوب لإمام الزمان فليس تلك الأماني التي كان عليها شياطين الدهر حتى إبليس عبد حتى يحصل هذه القدرات حتى إبليس ودير بالك مش الضعفاء هني أهل الجنان لا أهل البواطن القوية وهي بتبلش من اللحة بتبلش ربما ذاك يجد مئة رحمة لأنه لا يأتي متدللا على الله يا داود بشر المذنبين وأنذر الصديقين ما من عبد أنصبه للحساب بين يدي إلا أهل الله بعض والعياذ بالله العامة يذهبون رأسهم من كسر رباه في عمه ولكن بعض أصحاب بعض أصحاب اللحة والعياذ بالله يذهبون إلى الله وكأن لهم المنة على الله هذا ذنب أصعب من ذلك الذنب وذاك ربما يجد رحمة فيدخله الله ببعض البلايع ويستنقذه لكن ذلك العناد لا يمكن أن يجد رحمة نعم نعم أتى أصحابا له كانوا رهبانا في الجبال وقال لهم مروا بنا إلى هذا العبد المبتلى فنسأله عن بليته فركبوا بغالا شهبا وجاءوا فلما دنوا منه نفرت بغالهم من رائحته فقرنوا بعضا إلى بعض ثم مشوا إليه وكان فيهم شاب حدث السن فقعدوا إليه فقالوا يا أيوب لو أخبرتنا بذنبك لعل الله كان يهلكنا إذا سألنا وما نرى ابتلائك الذي لم يبتلى به أحد إلا من أمر نعم إلا من أمر كنت تسترث لابد يا أيوب عمل لك ذنب والعياذ والله شي بشي بشعر الراس نحن مش الله مثلين هاي وهذا آلم أمر كان على أيوب أشد من المرأة وسيتبين معنا وهو عنوان الشماتة والعياذ بالله أنهم أنكم تنخدعون بذنوبكم وتنسبون إلى ولي الله والعياذ بالله الذنب وتريدوا أن تسقطوه من أعين الناس وتريدوا أن تسقطوا مقامه بين نفوس الناس وتسقطوا كلمته من الناس هذا أعظم أمر كان على قلب أيوب قالوا له أنت عامل ذنب ليك الله شو عمل فيك سبع سنين مكبوب خارج المدينة وعلى مزبلة وغير ذلك شنو هذا شو الذنب اللي عامله نحن مش عاملينه ظهر أنت وصلت لدرجة كتمزام نحن ممنع لك كيف نعكست الآية نعكست تهمة عكست أظهار شو عكست أظهار مروءة وشهامة وعظمة كما قال إمام الصادق صلى الله عليه لذا حينما أرسل إليه المنصور ويريد أن يشنع عليه فدخل فقال هذا دعاني إلى بيعة نفسه فقال احلف بالله قال احلف بالله العلي العظيم قال ما هي هذا لا تعظم الله حتى لا يحلم عنك في دار الدنيا فيأخذك بالآخرة بل قل برئت من حول الله وقوته إلى حولي وقوتي إن كنت كاذبا فعندما سمع ذلك سكت أمره المنصور أن يحلف بهذا الحلف فسقط ميتا فخرج الإمام صلى الله عليه متبسما وقال إذا أراد الله سبحانه وتعالى إلى عبده المكرمة أدخله في هذا لينجيه في تلك حتى تعم ماذا نعم حتى تعم يعم جماله ويعم أمره لو هذه الحادثة مرأة بلها ما كانت ضشت فبمرها الله سبحانه وتعالى في الديء حتى يظهر مقام ذلك العبد من حلمه من عظمته من إلى غير ذلك وبالتالي يحترق من؟ أبو جعفر المنصور وغير لذلك قال فقال أيوب وعزت ربي أنه لا يعلم أني ما أكلت طقام إلا ويتيم أو ضعيف يأكل معي وما عرض لي أمران كلاهما طاعا لله إلا أخذت بأشدهما على بدني فقال الشاب سوءة لكم عمدتم إلى نبي الله فعيرتموه حتى أظهر من عبادة ربه ما كان يسترها يعني هذا كان مخبى جمال مخبى لأله بس بحركة شتكن هيدة طريته يحكي نبي الله ما كان يصنع فقال أيوب يا ربي لو جلست مجلس الحكم منك لأدليت بحجتي فبعث الله إليه غمامة فقال يا أيوب ادلني بحجته فقد أقعدتك مقعد الحكم وها أنا ذا قريب ولم أزل فقال يا ربي إنك تعلم أنه لم يعرض لي أمران قد كلاهما لك طاعة إلا أخذت بأشدهما على نفسي ألم أحمدك ألم أشكرك ألم أسبحك قال فنودي من الغمامة بعشرة آلاف لسان يا أيوب من سيرك تعبد الله والناس عنه غافلون الحمد لله عفوك وتحمده وتسبحه وتكبره والناس عنه غافلون أتمنع على الله بما لله المن فيه عليك ما أنا أيقظتك أنا شوقتك أنا فرجيتك هالصورة الجميلة أنا جذبتك بجوف الليل أنا فرجيتك صورة الخالق لتكون عبد فأدخر لك الحسنات لأباهي بك الملكوت في الدنيا والآخرة أنا 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 إلى غير ذلك أنا كل ما حمدتني كل ما عبزيدك كل ما عبرفع لك شأنك أنت وقت العبد تحمدني عبدل الملكوت كله انظروا إلى عبدي فلان فإذا رفعته يوم القيامة عنكم فلا يسألني أحد نعم قال فأخذ أيوب الطراب فوضعه في فيه يعني يا رب سكت الحج لك ثم قال لك العتبة يا ربي أنت الذي فعلت ذلك به قال فأنزل الله عليه ملكا فرقد برجله فخرج الماء فغسله بذلك الماء فعاد أحسن ما كان وأطرى وأنبت الله عليه روضا قضراء ورد عليه أهله وماله وولده وزرعه وقعد معه الملك يحدثه ويؤنسه شو ظاهر يضطرب مننا لو أحد دخيل يكون في قرية امرضت راحت الدنيا بسير يكسر ويطبش ويشربط ماء شربط ماء بتمشي الحال وترجع وترجع لكن الإنسان بيحب التفاقر يحب دائما يكون أنا الأكبر أنا الأجمل أنا الما بنكسر أنا الما بسوت وكأنه يريد أن يصور نفسه بين الناس أهلها بالعياذ نحوظ بالله فأقبلت امرأته ومعها الكسر فلما انتهت إلى الموضع إذ الموضع متغير وإذ رجلان جالسان فبكت وصاحت وقالت يا أيوب ما دهك فناداها أيوب فأقبلت فلما رأته قد ورد قد رد الله عليه بدنه ونعمته سجدت لله شاكرا فرأى ذوائبها مقطوعة وذلك أن سألت قوم أن يعطوها ما تحمله إلى أيوب من الطعام وكانت حسنة الذؤابة فقالوا لها تبعين ذؤابتك هذه حتى نعطيك فقطعتها يمكن لأمرأة يعني مش شرط كالماشطة وغيرها أشبه بقول البستيج هالأيام باعت شعر داياه ودفعتها إليهم وأخذت منهم طعاما لأيوب قصت شعر للبيع للزوجة هي على فكرة الوحيد اللي بقيت معه ولا مخلوق بقيت معه ولا مخلوق أعانه فلما رآها مقطوعة الشعر غضب وحلف عليها أن يضربها مئة فأخبرته أنه كان سببه كات وكات فاغتم أيوب عشان هاك اغتم من ذلك فأوحى الله إليه واخذ بيدك ضغصا فضرب به ولا تحنث فأخذ مئة شمراخ الشمراخ والعنود لأله نعم بعض الخيوط فضربها به يعني هيك بمعنى هيك ضربة واحدة فخرج من يميني لا تحنث يعني لا تبطل يمينك يعني العذبات إذن لدرجة أراد الله أن يفتخر بأيوب ليحرق إبليس وجنوده فكانت من باب التحدي ليس من باب الذام ليس من باب الضعف ليس كما نحن عليه العامة نحن الله يسلط علينا الفقر والأمراض لو لا المرض والفقر ما كسر رأس ابن آدم شيء الموت والفقر والمرض لو لا هذه السلاسة ما كسر رأس ابن آدم شيء إذن مقام العودية وكويس الرأس وذكرى لأولي الألباب قال فرد الله عليه أهله الذين ماتوا قبل البلية ما عنده أولاد ماتوا قبل البلية ورد عليه أهله الذين ماتوا بعدما أصابهم البلاء حينما نفخ فيهم إبليس كلهم نعم أحياهم الله تعالى له فعاشوا معاه وسئل أيوب بعدما عافاه الله أي شيء كان أشد عليك مما مر عليك قال شماتة أعداء ولذلك السيدة زينب صلى الله عليه الشمات الشمات يشمت يزيد كانت ألم من السهام بك قال فأمطر الله عليه في داره فراش الذهب وكان يجمعه فإذا ذهب الريح منه بشيء عدا خلفه فرده وقال له جبرائيل ما تشبع يا أيوب قال ومن يشبع من رزق ربه يعني إذن هو عبيلتقط من أرزاق السماء وليس من أرزاق الأرض هذه الكرامة للأنبياء درجة فقد على أيوب عليه السلام بمقام العلو أن هزم إبليس وجنوده وأخصئه فربما يتسلط بالتسلط الإلهي وليس كما يتسلط الجبار الحاكم الجبار على المؤمنين صدام غير مثلا كم تسلطوا على المؤمنين قتلوا المؤمنين إذن استطاعوا ولكنهم استطاعوا بالإذن الإله شياطين الإنس والجن الله سبحانه وتعالى يقول يمكن أن يصلوا إلى الأبدان لذلك قال مثني الشيطان بنصب وعذار نعم عندنا إذا خفت على نفسك السحر وليس إذا خفت السحر في بعض الناس يمتلكهم الخوف من السحر فقال اكلوا هذه الآية سبع مرات سنشد عبدالك بأخيك وهذه للخائف من السحر لأن بعض الناس بسيروا العياذ بالله يصوروا إله أكتر من الله وقدرته عشوي أكتر من الإمام والعياذ بالله نعوذ بالله من ذلك إلهي بحلمك عنا أعفو عنا سيدي يا صاحب الزمان أنت الذي تعلمنا أننا ضعفاء قوم مساكين سيدي أما يكفي أن تكون منقطع عنا لا ننوذ بنعالك لنكون لنكون مشمولين بعفوك وكثرة ألطافك سيدي إليك أشكو غيبتك عننا فارحم يتمنى وضعفنا بهذه الغيبة ورحمنا اللهم أنصر ناصري واخذ الخاضري ودمدم على من نصب له وكذب به واحفظنا به من كل سوء وادفع عنا به وبسلطانه كل أفن بحق محمد وآله صلواتك عليهم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته